اهلا بكم في فيلم جديد بتبدأ احداث الفيلم بتاعنا في جزيرة اسمها بيرك واللي بتكون مليانة بالتنانين اللي بتهجم على الجزيرة علشان تقدر توفر اكلها بيظهر بعد كده هيكب وهو بيجري من التنانين قبل ما يقزوه وبيقابل بعدها ستوك وده يبقى زعيم القبيلة اللي بيأمره انه هو يساعد الحداد جوبر في صناعة السيوف اللي هيستخدموها في الحرب بتاحهم طد التنانين وبنعرف ان هيكب كان عاوز يشارك في الحرب علشان يكون جامب ستريت واللي هي تكون اجمل بنت في الجزيرة واللي بيكون هيكب معجب جدا بيها ولكن جوبر بيمنعه انه هو يشارك في الحرب لانه ضعيف جدا وفي ليلا من الليالي بيهجم على الجزيرة تنين النايت فورس وفي نفس الوقت بنشوف هيكب وهو بيقرر انه عاوز يسطاد تنين علشان يثبت لجوبر انه يقدر يشارك في المعركة وفعلا بياخد هيكب الجهاز اللي هو صنعه مخصوص علشان يسطاد التنانين وبيروح لمكان هادي كده في المدينة وبمجرد ما بيظهر تنين النايت فورس بيشغل هيكب الجهاز بتاعه وبيقدر انه هو يسطاد التنين ولكن فجأة بيظهر تنين تاني وبيحاول هيكب انه هو يهرب منه ولكنه ما بيقدرش وبيكون على وشك انه هو يخلص عليه ولكن فجأة بيظهر ستوك اللي بيقدر انه يخلص على التنين بكل سهولة بتهرب بعدها التنانين من على الجزيرة وبنشوف هيكب وهو بيعتزل لستوك انه هو خرج عشان يحارب التنانين وبنعرف ان ستوك يبقى والده وبيقول هيكب لوالده انه قدر يسطاد تنين النايت فورس ولكن ستوك طبعا ما بيسدوش وبيقوله انه لازم ما يتهورش بعد كده ويخرج لحرب التنانين من غير ما يعرفه بيجتمع بعد كده ستوك مع اهل الجزيرة وبيقول انه هم لازم يلاقوا مكان التنانين ويخلصوا عليهم باسرع وقت وبيروح بعدها لصديقه جبر وبيقول انه كان بيحلم ان ابنه يكون قوي ويقدر انه يخلص على التنانين وما يكونش يعني شخص ضعيف زي هيكب كده وبيقول له جبر انه هيفضل يدربه لحد ما يكون قادر انه يواجه التنانين زي ما ستوك بيحلم بالزبط بنروح لهيكب اللي بيدور في الغابة على التنين اللي قادر ان هو يصطاده وده علشان يثبت لوالده ان هو قوي وفعلا بيلاي التنين ولكنه اول ما بيبص في عينيه ما بيقدرش ان هو يقتله وكمان بيقطع الحبل اللي اتربط به وبمجرد ما بيحس التنين ان هو اتحرر بيهجم على هيكب بسرعة ولكنه مش بيقزيه وبينلايه ان التنين ما كانش قادر ان هو يطير وبيرجع هيكب للبيت وهناك بيودعوا ستوك وده لانه هيخرج يدور على بيت التنانين علشان يخلص عليهم وفي اليوم اللي بعد كده بيروح هيكب لجبر علشان يتدرب على قتل التنانين ولكن هيكب بيكون ضعيف جدا زي ما بنشوف وبيكون التنين على وشك ان هو يقتله ولكن جبر بيتدخل اكتر من مرة وبينقزه وبينصحه ان هو ما يصقش في التنانين وده لانها دايما هجومية وبتقتل فريستها بكل سهولة وبعدها بيروح هيكب للغابة وبيتفاجل لما بيلاقي التنين لسه موجود هناك وان هو برضه مش قادر يهرب لان فيه جزء من الدل بتاعه مقطوع وبنروح بعدها لستوك وباقي اهل الجزيرة اللي خرجوا يدوروا على بيت التنانين ولكن فجأة بيحصل شابورة كثيفة جدا وبتهاجمهم التنانين بكل قوة وفي تاني يوم بنشوف هيكب وهو قاعد لسه في حلقة التدريب وبيكون ضعيف جدا على عكس ستريت اللي بتكون قوية وبتقدر انها تخلص على التنانين بكل شجاعة بيروح بعدها هيكب للغابة وبيجيب سمكة كبيرة وبيديها للتنين وبياكل التنين نصها وبيدي نصها التاني لهكب وبعدها بيمد هيكب ايدي فبيقرب منه التنين وبيلمس ايد هيكب من غير ميئزيه وده طبعا كان تصرف غريب جدا اما بالليل فبيصنع هيكب شراع علشان يقدر يساعد به التنين ان هو يطير وفي تاني يوم بيروح هيكب للتنين وبيجيب له سمك كتير جدا وبيبدأ التنين ان هو يكله وبيتفاجئ هيكب لما بيلاقي ان التنين بيكون خايف من سمك التعبان وبيبعده بعيد عن باقي السمك وبيستغل هيكب الفرصة دي وبيركب التنين اللي سماها تسلس الشراع علشان يعني يقدر يطير بيبدأ التنين ان هو يفرج جناحاته ولكنه ما بيقدرش ان هو يطير برضه وهنا بيفرد هيكب الشراع وساعتها بيقدر تسلس ان هو يطير ولكن لما بيقع هيكب من فوقه ما بيقدرش طبعا ان هو يكمل وبيقع هو كمان في المية في تاني يوم بنشوف هيكب هو قاعد بيتدرب في الحلبة بتاعت القتال بتاعت التنين وبيقدر ان هو يسيطر على تنين براسن وبيرجعه لمكانه وده لانه كان معاه سمك التعبان اللي بيكون التنين خايف منه جدا وبيتفاجئ جبر وكمان استريد باللي حصل بيروح بعدها هيكب للغابة وهناك بنشوفه وهو بيركب على ظهر تسلس وبيطيروا مع بعض ولكنهم بيعوا في ارض كلها عشب وساعتها بيلاحظ هيكب ان العشب الاخضر بيخلي تسلس هادي ومش عنيف خالص في تاني يوم في الحلبة بيستخدم هيكب العشب مع التنين وفعلا بيقدر ان هو يهزمه بكل سهولة ومع كل مرة كان هيكب بيلعب مع تسلس كان بيكتشف حاجات كتيرة عن التنين وكان كل مرة بيستخدمها في الحلبة ويهزم بها التنين التانية وبيبدأ كل اهل الجزيرة يهتموا بهكب وبيكونوا فخورين بيه جدا طبعا مع داستريت اللي بتكون حقدة على هيكب وغيرانة من شجاعته مع التنين بيرجع استوك بعد كده واللي معاه للمدينة وهناك بيقول لجبر ان هم ما قدروش يوصلوا لبيت التنين وبيتفاجئ لما بيلاي ان كل اهل المدينة بيهنوه ولما بيسأل جبر عن السبب ده بيعرفوا ان هيكب هو اكتر شخص في الجزيرة بيقدر ان هو يهزم التنين بيروح استوك للبيت هو مش مصدق نفسه وهناك بيقول له هيكب انه فخور جدا بيه وبيديله الخوزة بتاعة والدته علشان تحميه وهو بيحارب التنين في الحلبة وفعلا بنشوف هيكب تاني يوم في الحلبة وبيحارب تنين مع استريت وبيقدر هيكب انه هو يتغلب على التنين بكل سهولة بنشوف استريت بعد كده وهي مددايقة جدا من اللي بيحصل بعد ما حكيمة الجزيرة اختارت هيكب علشان يقتل اول تنين من التنين اللي يدروا انه هما يحبسوهم وبيكون هيكب مددايق جدا لانه مضطر انه يقتل تنين وبيقرر انه هو يروح لتوصلس وياخده ويمشو من على الجزيرة ولكنه بيتفاجئ لما بيلاي استريت كانت بترقبه كل الفترة دي لانها كانت معتقدة ان في حد بيدربه من تحت التحت ولما بيشوف توصلس اللي حصل بيقرر انه هو يهاجمها ولكن هيكب بيمنعه وبتتصدم من اللي حصل وطبعا بتجري على المدينة علشان تحكي الاهلها على كل اللي حصل ولكن توصلس بيخطفها وبيطير بيها مع عكب وهناك بتنبهر استريت باحساس الطيران وكمان بشكل الجزيرة بتاعتهم من السماء وبيدخل بيهم توصلس في منطقة الضباب وبيتصدموا بكمية التنين اللي موجودة حواليهم بيدخلوا بعدها لمكان جوه الجبل وهناك بيلاقوا ان التنين بترمي كل الاكل اللي كانوا بيسرقوا من الجزيرة في حفرة عميقة جدا بيظهر بعدها تنين صغير وهو بيرمي سمكة في الحفرة ولكن لان الاكل اللي جابه كان قليل فبيطلع فجأة تنين ضخم من الحفرة وبياكلوا وبيهجم عليهم بعدها ولكن هم بيقدروا ان هم يهربوا في اخر اللحظة وبيرجع هيكب وستريت للمدينة وبتقوله ان هم لازم يعرفوا ستوك على بيت التنينين ولكن هيكب بيرفض وفي تاني يوم بيتجمع اهل الجزيرة علشان يشوفوا هيكب وهو قاعد بيقتل اول تنين ليه في حياته وبالفعل بينزل هيكب لحلبة القتال وبيظهر قدامه التنين المشتعل ولكن بيتفاجئ كل الموجودين لما بيلوا ان هيكب رمز سيف بتاعه وبيحاول بعدها ان هو يهدي التنين وبيوجه كلامه لأهل الجزيرة وبيقول انه مش عاوز انه يكون زيهم ابدا فبيتصدم طبعا كل الموجودين وبيضرب ستوك بالمطرقة الحديدية على صور الحلبة فبيتعصب التنين وبيخرج عن السيطرة وبيبدأ يهاجم هيكب ولكن هيكب بيحاول ان هو يهرب منه بسرعة بيصرخ هيكب بصوت عالي وبيسمعه توسلس اللي بيكون في الغابة فبيطير بسرعة وبيجري علشان ينقزه وفعلا بيوصل في اخر لحظة وبيقدر ان هو يهاجم التنين المشتعل وبيخلص عليه وبيقدر ان هو ينقز هيكب في الوقت المناسب طبعا بيتصدم كل اهل الجزيرة لما شافوا كل اللي حصل قدامهم ده لكنهم بيبدأوا يهاجمه توسلس ولكن توسلس بيقدر ان هو يبعدهم كلهم عنه وبيقرب منه ستوك وبيرميه توسلس على الارض وكان هيخلص عليه ولكن هيكب بيمنعه وساعتها بيمسكه كل اهل المدينة وبيحبسوه بيتكلم بعدها ستوك مع هيكب وبيلوموا على اللي عملوا مع التنين وده لان التنين اتلت كتير من اهل الجزيرة وساعتها بيقول هيكب ان البشر كمان اتلوا الاف التنين وان التنين كائنات اليفة ولكنهم بيضطروا انهم يسروا الاكل لان فيه تنين كبير بيخلص على التنين اللي بتجيب كميات اكل قليلة بيسأله ستوك على مكان بيت التنين ده ولكن هيكب بيقول انه ما يعرفش يوصل لهناك وبيفضل يترجاء انه ما يحاولش انه يوصل لهناك وده لان المكان خطر جدا ولكن ستوك ما بيهتمش بكلامه وبنشوف الجنود بعدها وهم بياخدوا توسلس على مركب وبيغدروا الجزيرة بيتكلم هيكب مع استريت اللي بتفضل انها تشجعه انه ينقذ توسلس وكمان اهل المدينة من التنين العملاق وفعلا بيروح لحلبة القتال وبياخد كل التنين اللي هناك وكمان بيطلب مساعدة كل اصحابه اللي بيتمرنوا في حلقة مصرعة التنين وبنروح لستوك اللي بيقدر انه يوصل لبيت التنين بالفعل وهناك بيرمو كرات النار اللي بتخلي كل التنين تخرج من البيت وبيفتكر اهل الجزيرة ساعتها ان هم كسبوا الحرب خلاص ولكن فجأة بيتدمر الجبل وبيخرج التنين العملاق اللي بيحرق كل السفن علشان محدش من البشر يقدر انه يهرب من الجزيرة وبيكون على وشك انه يخلص عليهم ولكن بيوصل هيكب في الوقت المناسب ومعاه باقي التنين بيحاول هيكب انه يحرر توسلس ولكنه ما بيقدرش في البداية وبييجي استوك وبيساعده وفعلا بيقدروا انه هم يحرروا في الوقت اللي بتكون باقي التنين بتحاول انها تخلص على التنين العملاق ولكنها ما بتكونش قادرة لانه بيكون قوي جدا بيركب هيكب على ظهر توسلس وبيطيروا بسرعة كبيرة وبيصطدموا بالتنين العملاق اللي طبعا بيتدايق وبيبدأ انه هو يطردهم علشان يخلص عليهم ولكنه ما بيقدرش انه هو يوصل لهم وبيقدر هيكب بزكاءه انه يوقع على الارض بسرعة وفعلا بتنجح خطته وبيقع على الارض وبينفجر بيحاول توسلس انه هو ينقذ هيكب من النار اللي كانت منتشرة في كل مكان وبييجي استوك علشان يدور على هيكب ولكنه مش بيلاقيه وطبعا بيحزن جدا ان هيكب مات في حربه مع التنين العملاق وفي وسط الاحداث دي بيفجئهم بعدها توسلس وبنعرف انه هو قدر ينقذ هيكب قبل ما يموت في اخر اللحظة وده بيخلي استوكي يقرب من توسلس وطبعا بيشكره لانه انقص حياة ابنه وبالله بعد كده ان التنانين بقت عايشة معاهم في المدينة من غير ما يحصل ما بينهم اي حروب تانية وده بعد موت التنين العملاق وبس كده لحد هنا بتنتهي الحلقة بتاعتنا والفيلم بتاعنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام